السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه هو الام اف ار او الميلت فلو ريت او الميلت فلو اندكس او الميلت اندكس. هو معدل انسياب البلاستيك عند درجة حرارة معينة تحت ضغط وزن معين. وده بيعبر عن وزن البلاستيك اللي بيخرج من الجهاز خلال عشر دقائق. لان كل نوع بلاستيك بينصهر عند درجات حرارة مختلفة. فكل نوع بلاستيك بيطمي قياس معدل الانسياب بتاعه عند درجة حرارة محددة وتحت ضغط وزن محدد. كمثال بسيط معدل انسياب البولي اثيلين بيطمي قياسه غالبا عند درجة حرارة مية وتسعين درجة مئوية وتحت ضغط وزن اتنين كيلو ومية وستين جرام. بينما معدل الانسياب البولي بروبلين بيطمي قياسه غالبا عند درجة حرارة ميتين وتلاتين درجة مئوية وتحت ضغط وزن اتنين كيلو ومية وستين جرام. لما بيكون معدل الانسياب معدل الانسياب اقل من واحد بيفضل قياس معدل الانسياب تحت ضغط وزن اعلى. يعني بدل اتنين كيلو ومية وستين جرام ممكن نستخدم خمسة كيلو. طبعا معدل الانسياب هو احد اهم خصائص البلاستيك. ليه? لتلات اسباب. وهم كالتالي. اول سبب ان معدل الانسياب بيعبر بشكل مباشر على الزوكة البلاستيك. يعني كل ما بتقل الزوكة البلاستيك كل ما بيزيد معدل انسياب البلاستيك والعكس صحيح. السبب التاني هو ان معدل الانسياب بيعبر بشكل غير مباشر على اطوال سلاسل البوليمر الموجودة. يعني كل ما بتقل اطوال سلاسل السلاسل البوليمر كل ما بيزيد معدل انسياب البلاستيك والعكسة صحيح. بس العلاقة دي تعتبر غير مباشرة وغير صحيحة دايما. لانه في بعض اضافات البلاستيك اللي بتغير من معدل انسياب البلاستيك بغض النظر عن اطول سلاسل البوليمر الموجودة في البلاستيك. زي مثلا عوامل انزلاك اللي هي السليب ايجنت او البروسيسينج ايد. ودول بيزودوا من معدل الانسياب. او المواد المالئة زي او الفيلر اللي احنا بتسمع الفيلرز زي الكالسيم كربونيت او الاميا. وده بيقلل من معدل انسياب البلاستيك. تالت سبب وهو ان بناء على معدل انسياب البلاستيك بيتم تحديد ما ازا كان النوع ده من البلاستيك مناسب لطريقة تصنيع معينة ولا لا. يعني مسلا عملية نفخ افلام البلاستيك بتحتاج ان لزوكة خامة البلاستيك تكون عالية. وبتالي بيستخدم خامات بلاستيك بمعدل انسياب منخفض. بينما عملية حقن البلاستيك بتحتاج ان لزوكة البلاستيك تكون متوسطة او منخفضة. وبالتالي بيستخدم خامات بلاستيك بمعدل انسياب متوسط او عالي. طبعا. في حالة حقن البلاستيك كل ما بيكون سمك المنتج اقل. كل ما بيفضل استخدام بلاستيك بلزوجة اقل. يعني بمعدل انسياب اعلى. علشان يكون اسهل في الحقن. طيب فبعد الاحيان بنحتاج اننا نستخدم اكتر من خامة. وده عن طريق ماسك اكتر من خامة بمعدلات انسياب مختلفة. ازاي بقى نقدر نحسب متوسط معدل انسياب في الحالة دي? يعني لو هاخلط خامة بمعدل انسياب خمسين مع خامة بمعدل انسياب مية بالنسبة واحد الى واحد او خمسين في المية من كل خامة. في ناس كتير او بيحسبوا المتوسط بالشكل التقليدي واللي هيطلع خمسة وسبعين. بس النتيجة دي غير صحيحة للاسف. لان في حالة البلاستيك بيتم حساب معدل متوسط الانسياب من خلال المعادلة دي. والنتيجة في الحالة دي هتكون سبعين وسبعة من عشرة. وعشان اسهلة عليك تقدر من خلال الرابط الموجود اسفل الفيديو ده انك تستخدم لحساب متوسط معدل الانسياب. في النهاية لو حابب انك تعرف كيفية قياس معدل الانسياب فده اختبار سهل. وبيتم عمله طبقا لوحدة من طرق الاختبار الكياسية زي الايزو او والطريقتين مفيش اختلاف جوهري بينهم وبيطلعوا نفس النتيجة تقريبا. وطريقة عمل الاختبار كالتالي. اولا بتستخدم جهاز زي اللي موجود في الصورة دي. ثانيا بتحدد درجة الحرارة اللي هتعمل عندها الاختبار. وبتسخن الجهاز لمدة عشر دقايق. والافضل انك تسخن الجهاز والفواهة او النزل والمجبس موجودين جواه. وبعد خمس لسبع دقايق بتطلع المجبس وتحط على اقل خمسة جرام من الخامة. وبعد كده بتركب المجبس تاني وتسيب الخامة حوالي من خمس لسبع دقايق عشان تسخل لدرجة الحرارة المطلوبة. اهم حاجة انك تعمل الاختبار دايما بنفس الطريقة. يعني لو خمس دقايق تسخين يبقى دايما خمس دقايق وهكذا. وبعد كده بتحط الوزن المحدد. دلوقتي هتلاحز ان البكبس بدأ ينزل لتحت والخامة بدأت تخرج من الفواهة بشكل واضح. على شكل فتلة بكتر الفتحة الموجودة في الفواهة. هتبدأ تقطع الخامة اللي خارجه كل وقت محدد. وده بيعتمد على معدل انسياب الخامة المستخدمة. يعني كل ما معدل انسياب بيزيد كل ما الوقت بيقل. لنفترض انك هتقطع كل دقيقة عينة. العينات اللي جمعتها هتوزن كل واحدة فيهم وتتأكد ان ما فيهاش اي شوائب وفقعات هوا. وبتاخد متوسط الوزن. وبتطلع النتيجة بشكل عدد الجرامات المنسبة خلال عشر دقايق. يعني لو بتاخد العينة بعد دقيقة واحدة. يبقى تقسم على عشرة علشان الوزن يكون كل عشر دقايق. وبس كده. طبعا معظم الاجهزة دلوقتي بتقطع وبتحسب الوزن اوتوماتيك. في كل الاحوال مهم جدا انك تنظف الجهاز وادواتك كويس جدا من البلاستيك كل مرة تستخدمه. يعني عند كل اختبار لان اي بواق بلاستيك هتأثر على نتاج الاختبار التانية. حتى لو من نفس الخامة بس اللط او باتش مختلفة. طبعا وجود اختلافات كبيرة بين معدل انسياب اللطات او الباتشات المختلفة من خامات البلاستيك هيؤدي الى التراب في تشغيل الخامات دي على المكينة. وهيتطلب تعديل في بيانات التشغيل. زي مثلا درجة الحرارة لازم تعلق او تقل وهكذا. نفس الكلام بينطبق على التغير في استخدام اضافات بلاستيك بنسبة مختلفة. في نهاية الفيديو دوت ارجو انك تكون استفدت منه. وعاوز اعرف رأيك في التعليقات عن ايه هو الموضوع الاهم بالنسبة ليك. واللي تحب اننا نعمل فيديوهات عنه. اضافات البلاستيك. اعادة تدوير البلاستيك. حقن البلاستيك. افلام البلاستيك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. شكرا